اشتركوا في القناة حدثتني الهجرة أنه على المهاجر أن يتعلم من أي إنسان كان أي علم كان أي علم ينفعه في دينه وفي دنياه فالمهاجر يحتاج أن يضيف إلى علومه وإلى ثقافته ثقافات كثيرة يتعلمها من الناس من حوله بالطبع المهاجر يتعرف على كثير من الجنسيات من حول العالم جميعا فلما كنا مثلا في الكلية وكان معنا كثير من الطلاب من أمريكا اللاتينية من آسيا من الصين من ربما من أوروبا من أي مكان وكل واحد عنده عقيدته عنده ثقافته عنده التزامه طبعا في ناس بيتخلوا وبينخرطوا وبيضيعوا مع المجتمع وفي ناس بيثبتوا على ما هم عليه وعلى عقيدتهم فبتلاقي الواحد منهم أنه علمني أبي كذا بحافظ على هذه الجملة علمتني أمي كذا أو إحنا ثقافتنا كذا الصينيين مثلا دايما بيفتخروا أنه هم بيحتفلوا بعيد رأس السنة غير احتفال العالم كله بعيد رأس السنة عيد رأس السنة الصينية هي طبعا عندما يكتمل البدر بأول شهر من أشهر الميلادية فهذا بالنسبة لهم يتغير يعني ترتيب سنتهم سنة قمرية مثل أحنا بالهجرة مع ذلك هم يشاركون في عيد رأس السنة الميلادية كفرحة واحتفال ولعب ولهو ولكن احتفالهم الحقيقي بسنة السنة الصينية رأس السنة الصينية ووجدت أيضا بأن الغربي من باب محبته للمعرفة ولتطوير نفسه والاكتساب العلوم تجده يجلس مع كل الناس فيستمع ويأخذ المعلومات من الناس يغزي بها نفسه وفكره ثم يتكلم بما عنده فهذه فكرة جميلة أنا تعلمت كثير من المؤتمرات لما كنا نحضر مع الأجانب الغربيين المثقفين طبعا الأراقيين في تاريخنا الإسلامي طبعا عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة تعلموا أشياء جديدة من المدينة ما كانوا يعرفونها من قبل عادات أهل مكة تختلف عن عادات أهل المدينة المنورة المدينة كانت تعتبر مدينة حضارية فيها ثقافة فيها نوع من المدنية طبعا ما كان اسم المدينة كان اسم يثرب والنبي سماها عليه الصلاة والسلام المدينة وسميت فيما بعد المدينة المنورة المهم وجدوا بأن الأنصار لهم عادات تختلف عن عاداتهم فرحوا يتعلمون منهم نزلت مرة آية في القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فالنبي عليه الصلاة والسلام تساءل ما هذه الطهارة التي مدح الله تعالى بها الأنصار فسألهم بماذا تتطهرون فقالوا يا رسول الله نحن نستخدم الماء في الاستنجاء زيادة في الطهارة وزيادة في النظافة فقال سبحان الله إن الله تعالى مدحهم من أجل ذلك فتعلم المهاجرون من الأنصار عادة وإن كان هي عادة بسيطة لكنها هي طهارة يحبها الله تعالى زيادة في الطهارة واستمر عناية المسلمين بالترجمات حتى ظهر ذلك في زمن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية الأمير خالد بن يزيد التفت إلى العلم وكان يحب كثيرا أن يطلع على كتب وعلوم اليونانيين فأمر من يترجم له هذه الكتب فترجم له كثيرا من كتب الطب ومن كتب الكيمياء بالذات والفلك فاشتهر فيما بعد ابن إسحاق حنين بن إسحاق وابن المقفع اشتهر كمترجمين من اللغات ابن إسحاق حتى أنه ذهب إلى اليونان ومكث في اليونان سنين من أجل أن يتعلم اللغة اليونانية ويترجم فترجم كثيرا من الكتب العلوم التي كانت معروفة سواء العلوم أو في الفلسفة ترجمها إلى اللغة العربية في زمن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وغفر لنا ولهم أجمعين هذا في زمن الأمير خالد ثم استمر ذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه واعتنى بالترجمة وعندما كان في مصر وكان أبوه عبد العزيز واليا على مصر تصادق مع عالم من علماء المسيحيين كان عالم في الطب وفي الكيمياء فبعد فترة أسلم هذا العالم وأخذه معه صاحبه إلى المدينة عندما أصبح عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة وصار يترجم له العلوم ويترجم له ما يحتاج من كتب ومن مراسلات استمر الحال على ذلك إلى أعهد الخليفة هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه حتى أن هارون عندما أنشأ دار الحكمة في بغداد ملأها بآلاف الكتب فأيضا شجع المترجمين على أن يترجموا الكتب من العلوم سواء كانت في آسيا علوم الصينيين علوم الهند علوم فارس أو كانت في الغرب علوم اليونان والرومان فنشطت حركة الترجمة في العالم الإسلامي حتى أنه هارون الرشيد ومن بعده ولده المأمون كانوا يعطون لكل عالم لكل من يترجم أي كتاب يعطونه وزنه ذهبا مكافأة له على ترجمة هذا الكتاب فهكذا انتقلت العلوم من الحضارات السابقة إلى الحضارة الإسلامية بالطبع الحضارات دائما تتفاعل مع بعضها وتبني فوق بعضها البعض من أجل أن تبني هرم الحضارة الإنسانية الحضارة ليست حصرا على أمة من الأمم أو قومية من القوميات أو دين من الأديان لا تتفاعل هذه الحضارات جميعا فالفتوحات الإسلامية نشطت العلوم وشجعت العلماء والعالمين في كل مكان فلذلك نشطت كثيرا حركة الترجمة حتى أنه بدأوا بترجمة العلوم من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية فصار الترجمة عن طريقين إما من الأجنبية إلى العربية أو من العربية إلى الأجنبية فإذا كما رأينا أن حركة الترجمة من اللغات التي كانت موجودة في زمان العرب المسلمين في تلك العصور الذهبية قد نشطت كثيرا في البلاد الإسلامية وأصبح من المنافسات عند الكتاب من يستطيع أن يتعلم لغة معينة فيترجم هذا الكتاب لينقله إلى اللغة العربية أو يترجم هذا الكتاب من العربية إلى اللاتينية أو إلى الفارسية أو أي لغة من اللغات التي كانت موجودة في ذلك الزمان إذن ابتدأت حركة الترجمة كما قالوا من عهد خالد بن يزيد بن معاوية ثم نشطت في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ثم في عهد هارون الرشيد وفي عهد المأمون وهنا أيضا برز الجاحز الجاحز ككاتب ومؤلف في كتابه الحيوان قالوا أنه يمثل في كتابه هذا أنه أقدم نظرية في الترجمة فقد فصل ووضع مثل القواعد التي يجب أن يتبعها المترجم من لغة إلى لغة وهكذا تفاعلت الحضارات جميعا وصهرت في بوتقة الحضارة الإسلامية وأضاف عليها المسلمون من علومهم ومن اكتشافاتهم فهذا يعني أن الإنسان يتأثر ويتعلم المسلمون الذين هاجروا في أنحاء الأرض جميعا تعلموا من أهل كل أرض سكنوا فيها وتأثروا منهم وأيضا علموهم فتبادلوا فيما بينهم العلوم حتى ارتقت الأمة الإسلامية وتربعت على عرش الحضارة أكثر من ألف سنة طبعا أول إنسان ما بينتقل لبلد جديد كثير أشياء ما بيعرفها البلد بشكل عام كل شي جديد علينا البلد، الناس، الأكل، الدراسة، التعامل فكل مهاجر بيحس هاي الأشياء كتير صعبة بس الإنسان لازم بما أنه رب العالمين وهو اللي بعته على هالمكان معناته هو فيه خير له بهذا المكان يحاول دائما الإنسان يطلع على القسم الإيجابي بهذا الشيء لأنه أنت بس انطلعت على الإيجابيات تبعيتك رح تحس حالك أنك أنت سعيد ورح أتعطي، رح أتعطي، رح تتغير، ما في شي ممكن يكون من أوله سهل طبعا أول ما دخلت وتعلمت لغة فرنسية كان كتير صعب أعود ما أعرف ولا حرف سبحان الله مع الأيام صح أخد معي وقت بس حسيت بعدين أنه أنا تعلمت يعني هو ما شي مستحيل ولكن الإنسان بده يطلع على القسم الإيجابي بهذا الشيء يحكى أن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية هو أول من حاول أو أمر بترجمة العلوم علوم الطب وعلوم الكيمياء من اليونانية إلى العربية فاستدعى فريق من الفلاسفة اليونانيين إلى مصر واستضافهم وعلمهم اللغة العربية حتى تفصحوا فيها فنقلوا تلك العلوم من اليونانية إلى العربية فكان هذا أول نقل للعلوم في زمن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية حتى أن المستشرقة زغريد هونكا تقول في كتابها كتابها شمس العرب تصطع على الغرب أو حسب الترجمات يقولون أن عنوانه شمس الله تصطع على الغرب تقول إن المأمون هو أول من أعطى المترجمين لكل من يترجم كتاب يعطي وزنه ذهبا لذلك اهتم بحنين بن إسحاق وجعله هو المسؤول على دار الحكمة في بغداد دار الحكمة في بغداد التي أنشأها الخليفة هارون الرشيد أبوه وجمع فيها آلاف الكتب فلعلم ابن إسحاق ولترجمته كثير من الكتب جعله المأمون هو المسؤول عن دار الحكمة ويعتبر ابن إسحاق هو المترجم الأعظم في التاريخ الإسلامي من اللغات فهو كان يعرف اللغة بالطبع العربية ويعرف اللغة الإغريقية والسريانية واليونانية والفارسية فكان يترجم من العربية إلى تلك اللغات ومن تلك اللغات إلى اللغة العربية وهذا ما جعل الثقافة الإسلامية تنمو وتزداد قوة وهذا ما جعل المسلمون يبنون على حضارة من قبلهم ويطورون تلك الحضارة حتى أصبحت الأمة العربية صاحبة الحضارة الأولى الوحيدة حوالي ألف سنة لم أكن مجبر كنت مضطر أترك بلادي وأقصد مكان فيه أحلام فيه أمال فيه المنال ولم أدري بأن في الغربة أوزع فيها من صانى وفيها من ضع من يامل للدنيا تغري الطمع لم يدري بأن دنيا هو فاع ولولا أن في القلب يقين بمن خلق الإنسان شعوبا فلن تدري ما الخير فالخير بعلم ودين يحميك يدرك أين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر